بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة الحادية الثلاثون بعد المئة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبال العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاح أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء هياكم الله وبارك هذا سائل يقول ما رأيكم فضيلة الشيخ الذي يأخذ إجازة ويذهب لأداء العمرة ومع أنه لم يخبر مثلا مكتب المكتب الذي يعمل فيه أو المؤسسة أفتونا مأجورين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد ما بعد فإن العمل الوظيفي والعمل المستأجر له هذا أمانة في ذمة الأجير عجب عليها أن يقوم به ولا يفرق شيء من وقته أو يضيع وقته قيامه بالعمل وإبراء ذمته أوجب عليه وألزم عليه من الذهاب للعمر لكن إذا استأذن من المرجع الذي يتبعه العمل وأعطاه إجازة فهذا لا بأس به مع أن الأولى له أن يقوم بالعمل وأن يبري ذمته أحسن الله إليكم وبركة فيكم هذا سائل للبرنامج أرسل بسؤال يقول فيه ما حكم الشرع في نظركم في الزوجة التي ترفض أن تصلي رغم أن الزوج منتزم بأوامر الله هل يقوم بتطليقها إذا لم تلتزم بالصلاة وبأمور دينها فلا خير في بقائها إذا كانت لا تصلي هذه كافرة الله جل وعلا يقول ولا تمسكوا بعصم الكواب فيجب عليه تطليقها إذا أصرت على ترك الصلاة متعمدة هذا سائل يقول فضيلة الشيخ توفي أبي والحمد لله على الشهادة ولكن في حياته كان يشرب الخمر وتاب عن ذلك بعد ذلك يقول وتاب عن هذا العمل وتوفي وهل ينطبق عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ما دام أنه تاب كما ذكر الحمد لله التوبة تجيب ما قبلها والله يتوب على من ته وأما إذا لم يتوب وبقي على شرب الخمر وهو مسلم يصلي ويصوم ويشهد لا إله إلا الله فهذا كبير من كبائل الذنوب وهذا تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه أحسن الله إليكم وعثابكم فضيلة الشيخ يقول الحائض لها أن تلبث في المسجد إذا توضع كيف يكون ذلك مأجورين كيف للحائض أن تدخل المسجد وتجلس فيه وهي حائض مأجورين إذا كان عليه حدث أكبر الجنابة والحيض واحتاج إلى الجلوس في المسجد فإنه يتوضع لأن الوضوء يخفف الحدث وإذا اقتسل فهذا أفضل وأبرى للذنب وأما مجرد المرور أو أخذ حاجة من المسجد للحائض والجنوب فلا بأس بذلك قال تعالى إلا عابري سبي فيجوز المرور للحائض والجنوب مع المسجد يجوز أن يأخذ منه حاجة أو يخرج لا بأس بذلك لأن عائشة رضي الله عنها قال أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تناوله الخمرة من المسجد قالت إنها حائض قال إن حائضتك ليست بيدك أحسن الله إليكم وبرك فيكم هذا سائل يقول إذا توفي الزوج قبل الدخول بالزوجة وقد دفع لها المهر هل يجوز لأهل الزوج استرداد المهر لا هذه باقي على الزواج وترف تعتد تدة الوفاة وترف ولها المهر نعم أحسن الله إليكم الأخ فوزي يقول حدثوني عن الكتب للشيخ الإمام النووي رحمه الله وما أبرز هذه الكتب مأجورين الإمام النووي رحمه الله إمام جليل الحديث والفقه واللغة إمام جليل وله كتب مخيدة لها شرح مسلم وهذا من أعظم كتب شرح الإمام مسلم ومنها أيضا رياض الصالحين هي حاديث متغرقة في الوعظ والتذكير والآداب والأخلاق الشرعية وله في الفقه كتاب المنهاج وله أيضا المجموع شرح المهذب لأنه لم يكمل له كتب جليلة في هذا أحسن الله إليكم هذا السائل حمدي يقول أرجو من فضيلة الشيخ توجيه كلمة للدعاة وما أبرز الأشياء التي يجب أن يأخذ بها الداعي إلى الله كي يتقبل الله منه هذه دعوة أولا لا بد أن يكون داعية عالما بما يدعو إليه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة يدلهم بالتي هي أحسن هذه الأمور لا يقوم بها إلا عالم أدعو إلى الله على بصيرة والبصيرة هي العلم لا بد أن يكون مسلحا بالعلم أول شيء ثانيا أن يخلص النية لله عز وجل لا يكون قصده الرياء والسمعة والمدح أو طمع الدنيا إن كان كذلك فإنه لا يدعو إلى الله إنما يدعو إلى ما قصد وأراد قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى ثالثا أن يبدأ بالتوحيد والعقيدة يعلم الناس العقيدة ويدعوهم إلى العقيدة ويحذرهم من الشرك أمرهم بإخلاص العبادة لله عز وجل هذا أول فليكن أول ما تدعوهم إليه سهدثا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل ما بعثه إلى يمن ليكن أول ما تدعوهم إليه سهدثا لا إله إلا الله وهذا منهج الرسل كلهم كانوا أول ما يبدعون يقول أحدهم يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره قال تعالى ولقد بعثنا في كل يمة رسولا أن يعبدوا الله وانتنبوا الطاغوت فيبدأ بالعقيدة لأن فيه الآن من ينتسب إلى الدعوة ويزهد في العقيدة ويقول العقيدة تفرق الناس خلوا الناس على عقايدهم سبحان الله إذن ما فائدة الدعوة أن يبقى المبتدع على بدعته والمشرك على شركه ويبقى العاصي على معصيته ما هذه الدعوة أحسن الله إليكم وبرك فيكم هذا السائل يا فضيلة الشيخ يسأل ويقول بسؤاله أيهما أفضل في العمل الجاري بعد الموت الوقف أو الماء السبيل أو الكتب الشرعية وماذا تنصحون أن يقدم المسلم قبل موته هذه من الوقف الماء تسبيل الماء الماء الشرب والوضو هذه من الوقف الكتب أيضا من الوقف هذه كلها من الوقف جزاكم الله خيرا هذه الأخت السائلة أرسلت بسؤال تقول فيه فضيلة الشيخ عندنا شيء امرأة كبيرة في السن مرغت وتغيرت عندها المعرفة حيث تصلي مثلا الظهر والعصر وباقي الأوقات لا تصلي وعندما نقوم بأمرها للصلاة تقول بأنها صلت السؤال يبقى هل يلحقنا شيء نحن الأولاد ما دام ليس عندها فكر وليس عندها ضبط للأمور ليس عليها صلاة فعلى صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق الإنسان إذا زال عقله بجنون أو بمرض أو غير ذلك ليس عليه صلاة حتى يذهب ما أصابه لكن تأمرونا بالصلاة وتصلي على حسب حالينا جزاكم الله خيرا هذا سائل يقول فضيلة الشيخ هل الأفضل ذبح الأضحية في البيت وحضور الأولاد أم دفع ذلك نقودا للفقراء والمساكين ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنه منص على ذلك أهل العنب لأن ذبح الأضحية شعيرة شعيرة وفيها منفع أهل البيت وأهل البيت وفيها عبادة لله عز وجل أما الصدقة فإن فيها خير فإن الصدقة فيها خير ولكن ليست مثل الوضحية الوضحية شعيرة والصدقة صدقنا جزاكم الله خيرا هذا الأخ دراهيم يقول في بلدتنا حفظكم الله عندما يكون هناك دفن لجنازة دائما ما يكون هناك شخص نحسبه من الصالحين والله حسيبه يقوم بالنصيحة وتذكير الناس بالموت وذلك قبل وضع الجنازة في القبر ويقوم بوعظهم وحدهم على ترك الانشغال بالدنيا والإبال على الآخرة ما حكم هذا العمل المداومة على هذا العمل لا أصل له رسول صلى الله عليه وسلم ما فعله إلا مرة واحدة ولسبب جاءوا والقبر لم ينتهي إعداده فجلس وجلس حوله وأصحابه ووعظهم ما كان يفعل هذا دائما ولا فعله الصحابة فلا نرى أن هذا المداومة عليه واتخاذه دائما ليس بمشروعنا أحسن الله إليكم هذا سائل للبرنامج يقول ما رأيكم شيء في جهاز مثل العداد يستقدمه الشخص يستغفر به ليعد كم استغفر مرة أو أكثر ما حكم العمل بذلك لا أصل لهذا العمل وهذا من التكلف فقد رأى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ناسا يسبحون بالحصاء يقولوا نكبروا مئة هللوا مئة إلى آخره فقال أحصو ذنوبكم وأما حسناتكم فأنا كفيل لكم أن الله لا يضيعها لكن أحصو ذنوبكم هي يسبح الإنسان بدون أنه يتكلف بالعداد لكن لا بأس أنه يسبح بالحصاء يسبح بالأصابع وهذا أفضل للتصبيحات التي ورد لها عدد معين مثل عشر تهليلات بعد الفجر وبعد المغرب مثل 33 التشبيح والتكبير التكبير والتحميد والتشبيح والتكبير والتحميد 33 كل كلمة 3 3 كلمات كل كلمة 33 ويقول تمام المئة لا إله إلا الله يستعمل ما يعينه على ضبط العدد أما الأذكار التي لم يرد لها عدد محدد فلا داعي إلى أنه يتخذ عدادا أو يتخذ آلة حاشبة أو يتخذ نعم يقول بالنسبة للحديث الضعيفة في فضائل الأعمال ما حكم العمل بها في فضائل الأعمال لا بس في الوعب والتذكير لا بس بها ما لم يعلم أنها كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يستد ضعفها نعم يقول الأخ محمد أنا فطيب جمعة فضيلة الشيخ وأقوم بأخذ الخطب أو خطبة الجمعة من موقع الشبكة العنكبوتية وأقوم بإلقائها يوم الجمعة على المسلين ما حكم ذلك هذا شيء طيب إذا كانت الخطبة منضبطة وفيها فائلة ولا بأس أن تأخذها من فتابة أو تأخذها من الشبكة التي تسميها العنكبوتية ولا بيش علاقة العنكبوت في هذا الشيء ما بأس بذلك هذا من الاستعانة بما باح الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم يقول السائل أبو هارون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والراكبان شيطانان إلى آخر الحديث وهل إذا سافر الشخص لوحده أو مع شخص آخر في الطائرة أو في السيارة يدخل في هذا المعنى معنى الحديث واضحا نهي عن أن يسافر الإنسان وحده أو يسافر مع شخص آخر فقط فهذا فيه محذور لأنه قد يصيبه شيء في السفر إما مرض وإما حادث ومن الذي يساعده ومن الذي يحافظ عليه لا بد معه واحد والراكبان شيطانان لأنهما قد يتنازعان ويتضاربان لا يوجد من يفصل ويحجز بعضهما عن بحث أما إذا كانوا ثلاثة الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثلاثة ترك لا مانع وأما السفر بالسيارة والسفر به لأن السيارة والطائرة يكون فيها ناس في الغالب يكون فيها ناس في الغالب ولو سافر وحده بالسيارة مع طريق مسلوق طريق عام مسلوق مملوء بالسيارات فهذا مثل الشارع ليس وحده الأخ أبو إبراهيم يقول ثابكم الله يا شيخ أنا إمام مسجد وبعض الأحيان أريد أن أصلي الوتر في المسجد ركعة واحدة ولكنني أستحي من المأمومين وخصوصا بأن القدوة لهم فلا أصليها وتفوتني ويفوتني الوتر هل أنا بهذا أكون مرائي؟ الوتر ليس له مكان معين توتر في البيت توتر في مكان العمل يكون تعمل بالليل توتر في أي مكان ليس محدد في المسجد والاقتصار على ركعة واحدة هذا مجزي لكن لماذا تبخل على نفسك ولا تقدم قبل الوتر شيء من النوافر ولو على الأقل الشفع نعم أحسن الله لكم يسأل منصور العبيد عن حكم صلاة النابلة على الراحلة للمقيم ما يصلي على الراحلة إلا إذا كان مسافرا مكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا أما الذي في البلد براتب سيارة هذا ليس مسافرا هذا في حكم النازر نعم أحسن الله لكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول هل يحق للمسافر أن يكتفي بركعتين أدركهما مع مقيم في صلاة العصر لا يجزي هذا من صلى خلف مقيم أو خلف مسافر يتم فإنه يلزمه الإتمام ولا يجوز له أن يقصر خلف من يتم الصلاة هذا هو السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه نعم يقول هذا السائل أبو عبد الله فضيلة الشيخ إذا صلى الإنسان النافلة إلى غير اتجاه القبلة وتبين له ذلك هل تعاد النافلة لا تعاد لتعاد الفريضة إذا فرط في معرفة القبلة ولم يستخدم الأدلة على اتجاه القبلة فرط صلى الفريضة إلى غير القبلة يعيد الصلاة لأنه مفرط مقصر لم يبحث عن اتجاه القبلة سوصا إذا كان في بلد البلد فيه مساجد فيه محاريب يسأل الناس يكون مفرطا يصلى الفريضة إلى غير القبلة فذلك النافلة لا تصح إلا إلى القبلة لكن النافلة لا تعاد أحسن الله إليكم والأخت السائلة تقول يعني لا تلزم إعادتها لا تلزم إعادة النافلة تقول الأخت السائلة هل يجوز لي أن أقوم بزيارة لزوجي في المقبرة وأدعو له هناك وما الحكمة من منع الزوجة من زيارة القبر لزوجها هي جاءت بالجواب علمت أن ممنوع زيارة المراهن للمقاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور برواية زائرات القبور متخذين عليها المساجد والسرد المرأة لا تزور القبور لا قبر زوجها ولا غيره لهذا الحديث وإذا أرادت أن تنفع زوجها الميت تدعو له تتصدق عنه تعتمر عنه تحج عنه أحسن الله إليكم وبارك فيكم يقول هذا السائل فضيلة الشيخ بالنسبة إذا كان الأولاد لا يقومون لصلاة الفجر من المسؤول هل هي الأم أو الأب وكيف يتعاون الأب والأم في إيقاظهما وهل عليهما إثم إذا تركوا الأولاد نعم كلاهما مسؤول الأب والأم كلاهما مسؤول عن إيقاظ الأولاد وأمرهم بالصلاة على صلى الله عليه وسلم وروا أولادكم بالصلاة لسابع وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجر المسؤول الأبوان عن الأولاد في هذه السن من سبع إلى عشر الواجب أن يصبروا على المشقة في إيقاظهم وإنزامهم بالصلاة جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ هذا السائل يقول من نسبة للشاب الذي لم يحج وقبل بلغ الخامسة والعشرين وهو مقبل على الزواج ويقول أريد أن أجعل فلوس الحج في الزواج هل يجوز له ذلك؟ لا به تفصيل إن كان يخاف على نفسه إذا لم يتزوج يخاف على نفسه من الوقوع في الفاحشة فإنه يقدم الزواج على الحج عفافا لنفسه أما إذا كان لا يخاف على نفسه فإنه يقدم الحج على الزواج يسأل هذا السائل يقول ما رأيكم في ذكر القصص الدعوية لترغيب الناس في الخير من قبل الدعاة إن كانت القصص لما جاء في القرآن أو في صحيح السنة لبس بذلك وأما إن كانت مفتعلها أو لم تثبت لا يجوز له أن يرويها وأن يذكرها للناس أحسن الله إليكم وبارك فيكم يقول هذا السائل ما حكم قراءة القرآن في بعض الجوالات التي فيها برنامج للقرآن الكريم وهل تجب الطهارة عند القراءة لا بس بقراءة القرآن من الجوال إذا كان مكتوبا على شاشته القرآن سجل فيه لا بس ببال ولا يجب الوضوء لمس الجوال لأنه ليس مصحفا إنما هذا خاص بالمصحف وما الجوال فلا يسمى مصحفا تسأل الأخت سامية عن حكم سجود التلاوة بالنسبة للحائض حين مراجعتها نعم تسل إذا جازت لها القراءة جاز لها السجود لأن السجود تابع للقراءة يقول السائل هل إذا نعس الشخص في صلاته هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة إذا نام وهو يصلي إذا نام وهو يصلي فإنه لا تبطل صلاته وهذا النوم لا يعتبر ناقضا للوضوء بالنسبة يقول فضيلة الشيخ كنا في العام الماضي في الحج ومعنا مجموعة من الأهل والأقارب فكنا نلبي جماعية هل في ذلك بأس؟ هذا خلاف الأولى الأولى أن كل فرد يلبي لنفسه ولا يكونون جماعة بصوت واحد أخيرا تقول الأخت المستمعة بالنسبة للبس المرأة للبرقع وهي محرمة وهي جاهلة بهذا الحكم تقول إذا كانت جاهلة يعفى عنها لكن إذا ذكرت أو ذكرت إنها لا يوجد أن تبقي البرقع فلتبادر بإزالته جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ هذا السائل يقول الرجل يوافق على شروط الزوجة قبل الزواج وبعد الزواج لا يعترف بهذه الشروط ولا يقوم بتطبيقها فهل يأثم الزوج على ذلك؟ شروط المعتبرة ما كانت في العقد ما عقد عليها أما التحدث بها قبل العقد فإنها لا تلزم وإذا شرطت في العقد وجب على الزوج أن يقوم به ويفي بها قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ولحديث عظم الشروط أن توفه به ما استحللتم به الفروط نعم إزاكم الله خيرا رضيلة الشيخ هذا السائل أبو عبد الله يقول نخرج للبر في أيام الشتاء ونوقد النار أو الحطب ويكون البرد شديدا فنصلي أمام الموقد أو أمام الحطب هل يجوز ذلك؟ يعني يكره الصلاة تصح لكن يكره استقبال النار الصلاة لأن هذا فيه تشبه بالمجوس الذين يعبدون النار شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وانتهى هذا اللقاء الذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاح وشكرا لزميل مهندس الصوت أثمان بن عبد الكريم الجوي